اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التلفازة والسينما والمصرح الحمد لله غادي افترق مزيان تجربة رائعة صراحة خصوصا انها هذه تجربة اللولة كنت مليئة بالتبادل التجارب مع الممثلين الآخرين مع المخرج مع التكنيسيان استفدت فيها بزاف ديال الحويج وهي اللي محكات خصوصا تلات خونزيسيون ما بين هذك شي اللي كنقرأ والتطبيق دياله حيدي شفاش كتقرأ شي حاجة نظريا ماشي بحالي لكتطبقها يعني كين بزاف ديال حويج مختلفين وفاش كتجي تطبق كتلقى بعض الصعوبات ولكن الحمد لله الفريق ديال كينا ضروف خلاني ما نحسب حتى شي صعوبة وداز كل شي ميستر الحمد لله وستفدت بزاف وتعلمت بزاف و الحمد لله هتيبان من تجاوب ديال الجمهور مع البروجي و الحمد لله بالنسبة لي هذه أول تجربة في التلفازة كانت عندي تجربة لعملي فات في السينما مع حسن بن جلون و كانت عندي تجربة في المصرح مع مصرحيات كذاغ حمد لله قبل ما نتخرج جربت هنا و هنا و هنا قدرت تجربة في كل بلاصة و هاد التجارب ما كانعتبرهم شانا و نتخلت الميدان قدمه كانعتبرهم بحل بحل ميزون بوش كان عرف عشنو كيتسناني كان عرف صعوبات اللي كيتسنوني كان عرف لبوان فوق وليبوان فابل ديالي دونك هاد شي داخل كان عسابلو داخل فتكوين ديالي تصلت بيا اللي دووز للكاستنغ كل ميزون بوش بيش ندووز واحد الكاستنغ دووز الكاستنغ في اللغول جينغا دور الياتواغ ومن بعد عاود تصل بيا لغدلي بيش نرجع عاود تاني وثي ما فين دووز الكاستنغ هدية زينة دين كانت ما اللي دووز الكاستنغ هو العربي أشبار اللي هو الكوتش ديالي دي المسلسة اللي خدم معنا من هاد المنبار كنشكره بزاف حيتاش هو من الناس اللي يعاونوني بزاف وشجعوني بزاف وشدوني من يدي تدخلت الميدان حيتاش كيف ما قلت ليك كان فرق كبير ما بين ذاكش اللي كتعلم نظريين وذاكش اللي كتطبق حتى الميدان فيه بزاف دي الحوج خاص كتعرفهم تنكو من الناس اللي قل لي هاد طريقهم زيانة هاد طريق الخيبة عندك هادى ما تديرش هادى يدير هادى كنشكره بزاف كنزوينا بزاف لدرجات ان ما كتحسش نهائيا براسك كتخدم فاش كنفيقو مع الخمسة دي الصباح باش نصورو كتحس براسك بحلا غاديلش بلاسة تستمتع فيها ما كيمشي تتعب كيمشي بحلا عائلة وحدة لا الممثلين ولا التكنيسيان ولا كل شي بيدون استثناء فاش كتدوس تشعور مع فريق زوين بحلاك ما كتسخاش تمشي وكتحس براسك بحلا تفارق عائلتك لذلك البروجة الحمدول هادى لازم بزاف و ما نظنش يمكن ان نعيش شي اكسبرينس حسن من هادى كاول تجربة موسيقى 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 هل Bei darme عenta موسيقى الموسيقى موسيقى الموسيقى و أنا من الناس المحدودين اللي قدرت نشوف هاد الحب ديالها وقدرت نعيشوا معاها ذنك هذيك الإنسانة رائعة وكتوزع الحب وما كتبخلش ما كتبخلش لا في الجانب الإنساني ديالها أنها تعاونك ولا في العمل ديالها بحيث كمومات تيلة الإنسان الأحاسيس كجي بدهم من أعماق ديالها باش تعطيهم لك انت عيه باش تلعب مزيان دونك إنسانا ما كتبخلش و كان شرف كبير لي أنني نكون في جانبها في هاد الإكسبرينس و علمتني بززاف تلحويش هو صراحة كين واحد الجانب لي هو حقيقي ديال فاش كتعيش بززاف مع الشخصية و كتفهم شخصية كيفاش ديرها و كتبعها كتفولي جزء منك في هذيك الفترة ديال التصوير فاش كتموت الظهور اللي كانت هي المصدر ديال حياته و المصدر ديال إلهم ديال و لف خدمتو و لف هذا ضروري كتحسنت بشوية ديال الحزن و ثانيا كتحسس بالحزن اللي أنا تل ممثلة للعبادك الشخصية حتى هي غتغادر غتغادر الطغناج و غتشوفها ضروري كان شوية ديال الحزن و أنا فاش قريت هذيك الحلقة في سيناريو فاش وصلني أنا كنت فتران و بكيت فتران بكثرت و ما تأثرت في هذيك الحلقة حياتش كنا عارفين ظهور غيتموت ولكن ما كناش عارفين هوقتش غيتموت دون خرجت هذيك الحلقة كان قرارو الحلقة عادية حتى كان كتش بأن هذيك الحلقة اللي غيتموت فيها كان قرارو و كان طرعت شي حاجة لداخلي اللي خلتني أنني نتأثر الحمد لله إذا وصل إحساس كيف ما هو الحمد لله هذيك شلي بغينا رائع 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 الاشتغال مع قاعد الممتلين ديالتو وناش كامل بدون سيتنا كان رائع رائع من الناس طوما اللي يعاونوني اللي 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 تبادلوا معايا تجربة ديالهم اللي وقفوا معايا في اللول فاش كنت تالف ووقفوني على الرجلية دونك من الناس اللي يعاونوني بزاف رائع رائع وكنشكر علاجي المشهد اللي قطر في بزاف كان المشهد ديال الوفاة ديال الظهور حيجاش غير محسينا بي تاديك الامبيونس اللي كانت هاداك ننعرف رصور ما هادوك اللي سيقونس حسينا بالامبيونس ديال الموت وكان المشهد أخرى اللي غادي جيو من بعد اللي حتاوهم أتروفية شخصيا اللي ما نقدرش نادر عليهم باش ما نحرقش المسلسل ولا يني أتروفية بزاف كان بيانسو كين أحداث بزاف وباقين أحداث بزاف وباقين مفاجأت بزاف دونك باقي كين باقي كين باقي كين الخير موسيقى اللي موسيقى موسيقى نهائيا نهائيا يعني يعني كاعدوك بصعوبت اللي كنت تخيل رضي يكونو في البلاتو مرقيتهم مش نهائيا وهذا من فضل من فضل من فضل الفريق هو لي كي يفرد هاديك الامبيونس لكي كان غيره كان غيره كان غيره لمقرأت الناس، لا يفعل التجارب من الصباح، يتعلم أن منتشق أن يعمل، يتعلم أن أذهب المصاري لفرحة، سنقود إعتقد ماذا يريد، ومثال من المتسجم يُقف هذا ما يريد محاوله لذلك، كان لدينا محاولة للغوى أن يكون فرحة أشغالات صغيرة، تبقى يتمر الثلاث شهور بحالككّاك، وما كتخاش كبينة تشيب اللي راها فريمون هديك عائلة أنا من الأشياء اللي كانوا خالعيني بزاف تصوير هو الغناء عادش أنا ما كنغنيش وزين الدين كي يغني يعني كنت مخلوع بزاف من هاد المسألة هدي وفي هادو كل السيكونس اللي كنت كنغني فيهم كنت كنت تبرست كنت كنخاف وكنكون ناري صوتكي كي تسمع بالفضل ديال متلا فاش كنكون عندي قرزوم وبيضاء وكنكون غنغني شي حاجة كي يعاونوني فاش كنكون معان راوية كتعاونني إحتى بفضل واحد اللي أستاذة في المعدل علي اللي في المصرحة وطنشتقها في لي إلهام الوليدي اللي عاونتني بزاف مشيت عندها وطلبت منها مساعدة وعطتني ديالتيكنيك ديزاستوس باش نقد لغيت مو باش نقد هدا لذلك ساعدتني بزاف مع هادو كلي سيكونز ديال اللي اللي لغنى ما دو بوستم حتى حتى اغفر لي الله هدونوب حتى شعري شعري شعر طويل كان كي برصني أنا كإلياس كي برصني متعيش معه متعيش معه وفي الأخير فاش كانت فرش كي بلي لوجيك هذا التطور ديالزين الدين أكا كي عجب شعره ومجمع شعره حتى تراج شي حاجة اللي كتستاهل أنه ويجمع شعره قريبة وبعيدة ما هيا عندها الخصوصيات ديالا وكتخلط بجوش كتخلط إلياس وزين الدين كان نشي حويش في زين الدين بعادين عالية بزاف أنا كشخص كان نشي حويش قراب فاش كان خلطوهم بجوش كتخرش حاجة زوينا والحمد لله بنت زوينا كانت من زوينا كان نشي أشياء اللي بعادين علي بزاف كشخص أنا كإلياس ما أقربش منه أنا بالنسبة لي هاد العمل الأول ديالي ديروغي باش نجمع الانتقادات باش ناخد قاعدوا كل الانتقادات ونفهم شنا ما النواقص ديالي ونفهم شنو باقي قصو يتخدم شنو باقي قصو يتزاد شنو باقي قصو هذا باش إن شاء الله من مورما نتخرج تكون عندي أينبازة ليش نخدم والتادابة وأنا في المعهد تكون عندي أينباز عايش نزيد نتفغمه اه... بالنسبة لي انتقادات البناء بطبيعة الهال انتقادات اللي ما بيناج ما 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 كت بس وعزف وكاورو ما aşي باز مريدي كيدض cro ولا يعني اثنك كتعيش معهم و لذلك تستطيع أن تلعب معهم فلا تنبلي هذا المطاق من أسلالك و لا تنبلي ذلك فمجرد البلدي هل ان تتعامل مع بك الممتدر تقليه و لا تجعب معه و لا تكن لذلك عليها دفعه و من جديد ترجمها فمجرد بشكل من خلص فقرنا كل شيء مزيان الحمد لله كل شيء مزيان أنا بالنسبة لي ما تغير والو ما تغير التشعر باقي إلياس وإلياس باقي كان فيق في داري كان مشاهل نقراه في المعادة كان رجل الضاري كان شد الطرام في الصباح كان عاونا شد الطرام في العشية اللي تغير يمكن هو التعامل مع الناس يمكن الناس ولو كيعرفوني في صنقها ولو كيعرفوني في الطرام ولو كيعرفوني في الشارع ولو كيسفتوا لي ادي ميساج وهذه حاجة زوينة كنت تلبي أن الناس وصلهم هذك العمل كيف ما بغيناه يوصل ذنك هتشي كله فيه تبادل دي الحب وهتشي زوين يعني حد لأن باقي ما تبدلوالو ما غيرت بدلوالو أنا هو أنا غيره غيره ما تبدلوالو هو الناس والو كيعرفوك والحب كي تزاد كسر يعني إذا بمثلا إذا با كنت جاي و الناس كيوقفوني وكيقولوا لي هذا وظهور وكذا هتشي كيف فرح هتشي كيف كيف خليك تقول درتيشي حاجة زوينة وهذا كله بخوري شافوه الناس وعجب الناس وكيش جاك أنك تدير محسن في المرة الجاية لذلك ما كشخص ما ندرنش هتبدل فيه جي حاجة كيف مكن الحال وكيف مكن النجاح ديال هاد المثلثة لهذا والذي لقاع الأعمال اللي كدروا أنا بنيسبة لي باقي خسين زيد نتكوين بزاف وباقي خسيني بزاف ديال الحويج نتعلمهم ما بغيتش نحبز التكوين ديال يقاع في حياتي حيتش تشخيص والتمثيل وهيد العالم ديال الفن لا منتعي باقي كيني بزاف ديال الحويج خسيني نتعلمهم دونك بالنسبة لي الهدف ديالي هو أنني نتعلم وفي نفس الوقت نشارك النتيجة ديال هاد التعلم ديالي اللي هم هاد الأعمال هادو مع الناس و فاش كنشوف بأن هاد شي خدمه بأن هادك العمل نالي إعجاب كي شجعك أنك تزيد تعلم باش تزيد دير شيء مزيان باش تزيد توفر لنا شي حاجة دات جودة عالية حسنا الوليدة ديالي يعني هادي كنفيقه في الصباح كان فطروه كان البسوحوا وغايج كان بشيو نصلة وكان رأوه كان فطروه كنشكل جمهور بزاف كنشكل جمهور بزاف كنش لتفرجوا في العمل ونال إعجاب ديالهم وكنتمنى أن الأعمال الجاية يكونوا بهذا المستوى وعلش لله ما يكونوا ش حسن ونشكر للبروجات ديالكين أطروف نشكر ديس كونكتد نشكر السير نقري نشكر تريس الروخ نشكر جاعة الناس اللي شاركوا في هذا العمل للمماتلين والتقنيين بدون ستتناء لأنهم خلوني نعيش واحد تجربة رائعة أنا فخر بزاف بهذه النتيجة هذه ونتمنى إن شاء الله المستوى يكون أحسن لا تنسوش تزورونا على صفحة رسمية ديال ليلة مولاتي وتضغطو على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد